اشتركوا في القناة المغرب وكذلك الجنوب الشرقي هذا ومن المحتمل ان شاء الله هو بريح شمالية غربية على مستوى السواحل الشمالية الأطلسية للمغرب وكذلك على مستوى السواحل الوسطى للمملكة من المتوقع دائما ان شاء الله تستمر الأجواء المستقرة على مستوى معظم مناطق المغرب كما يوضح لنا هذا النموذج ذلك خلال الفترة الصباحية من يومه الجمعة القادم بحول الله أجواء مستقرة نسبيا على مستوى معظم المناطق المغربية مع تشجيل الارتفاع في درجة الحرارة على مستوى المدن الداخلية وكذلك على مستوى الجنوب الشرقي للمملكة تشجيل كل غلوم وتفارق على مستوى مرتفع الدبانت وكذلك أوقين وأنميتر هذا فيما يخص مؤتبين الكرام حالة التقصى الخاصة بهذا اليوم أو بيومي الجمعة والتي ستعرف ارتفاع في درجة الحرارة على مستوى المدن الداخل وكذلك جنوب الشرقي للمغرب وكذلك الواجهة الشرقية بالنسبة لتوقعات يوم السبت القادم بحول الأجواء دائما مستقرة على مستوى معظم المناطق المغربية كما يوضح لنا هذا النموذج خلال الفترة المسائية ستستمر الأجواء المستقرة والحارة نسبيا على مستوى الجنوب الشرقي وكذلك على مستوى الأقاليم الجنوبية وبرياح شرقي على مستوى الجنوب الشرقي وكذلك وبرياح شمالية غربية على مستوى السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى وكذلك الأطلسية الجنوبية هذا وستستمر هذه الرياح القوية على مستوى أقصى جنوب المملكة كما يوضح لنا هذا النموذج بالنسبة كذلك متابعين الكرام لتوقعات يوم الأحد القادم 23 يوليوز فدائما نجواء مستقرة على مستوى معطم المناطق المغربية كما يوضح لنا هذا النموذج ارتفاع في درجة الحرارة على مستوى المدن الداخلية وكذلك الجنوب الشرقي وكذلك المناطق الشمالية الوسطى وكذلك الشرقية هذا فيما يخص متابعين الأكارم حالة التقصى الخاصة بهذا اليوم وكذلك الأيام القادمة لا تنسوا متابعة القناة للتوصول بجديد الحالة الجوية بالمغرب نمتم في العدد الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته